جريمة على قصر النيل على كبري قصر النيل وكتب الكاتب ده اهو اهو جريمة ترعة سقارة وجريمة كبري قصر النيل اه للاستاذ اه يعني كتب على الجريمتين محمد البرغوسي قصد نقول مش شعص يعني وقال في المقال ده انا حاجة ما عرفتهاش حقيقة اني اه الوزير او رئيس المجلس اعلى الاثار كتب على صفحته منشور في 15 فبراير الماضي اعلم فيه عن انطلاق حمل تنظيف وصناية تماثيل الميدين العامة بالتعاون مع محافظات الجمهورية وقال ان اعمال التنظيف والصيانة تتم بأيدي مرممي المجلس اعلى الاثار لابراز جمال هذه التماثيل وحارس الدكتور مصطفى وزيري على نشر مجموعة صور معه اه مع المنشور السابق يظهر فيه ولا جواره بعض مرؤوسي وهو يستخدم فرشة يحطها في علبة بويا سودة ويقوم بنفسه وهو ليس خطات ولا مرمم بديهان النص التأسيسي المحفور على الجرانيت اسفل اسدي كبري اصر نيل بالبويا السودة ويقول المهندس المعماري انه ذهب بنفسه الى الكبري احد الناس على الفيس يعني وعين اللوحتين التين تم ديهانهما فاذا به وهو الدارس والعاشق الخط العربي امام كارثة مروعة شوهت الخط الفاتم الذي كتبه قبل 88 عام الخطات المصري الرائد مصطفى بيك غزلان خطات ملك مصر فؤاد الاول ورئيس التوقيع بالدوان تعالي نشوف بقى الصور دخل عضاء الفريد برنامج ده المقال بتاقى الاستاذ محمد البرغوسي في جارة الوطن وانا المقال رائع جماعة رائع رائع روح صراحة راح الراجل بقى نشره الصور اهو ادي مصطفى وزيري وهو جاي بالناس بعدما دعنوا قصدين قصر النيل بالبوع السودة ودعنوا النص التأسيسي اللي هي اللوحة الرخام اللي مكتوبة في عصر اهو تفرج وهم بيدهنوا وبيصنفروا التمثال ماشي ده برونز اهو تفرج بس 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 شوه الخط بتاع مصطفى بيك غزلان بايده 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 ادي اللوحة مكتوبة الخط الدواني كتبها الخطات المصري الرائد الاستاذ مصطفى بيك غزلان راح بطلع عليه وكان خطات الدواني الملكي وبس راح هو جاي بقى ده مصطفى وزيري ده رئيس المجلس اله ده دمر اللوحة صحيح دمرها اه كان جابه خطات يكتبها لا هو هو بيمشي على الفوارغ يعني هو مش بيكتب تاني منعه اه بس هو من الهو لم يعني لازغلي لما اسمه ايه مصطفى غزلان غزلان لما كتب هو عبارة عن نحت ولم يضع لون ايه تمام فهو يجب ان لا نغير او كان فيه لون معزم الراح يعني ربما لكن حتى من يعني ذكروا هذا الامر قالوا ممكن يكون من اللون الشفاف يكون لون شفاف لا يزيل المعنى الاساسي اللي هو كان مكتوب بيه اللي هو عزمة الخطة الديوان اه هو قد يستصغر كثير من الناس انا كتبت الموضوع ده وجدت بعض التعليقات يعني بتقول لك وإيه يعني الامر في الموضوع انه هو الفن ده تزوق تزوق ما اللي يتزوق الفن خلاص هو هو زي ما بيقول المهدس المعماري عن مصطفى وزيري هنا قال هو اراد ان يأخذ التتش يعني اه يعني فهو الامر فعلا انه هو طبعا احنا انت ده البوست بتاعكم خط مصطفى وزلان اه اه اهو الخط بتاعه اهو حضرت اه دي لوحة الاصلية كبر الخدوي اسماعيل دي لوحة الاصلية ليس مش دي يعني دي اللي كانت اه معمول عليها اسكتش يعني اه اه انشى في عهد صح حضرت صاحب الجلالة الملك فوق دي الاول وافتتحه جلالاته يوم الثلاث اه الف تسعمائة وتتواتي دي لوحة اللي على حساب فيسبوك الخاص بمصطفى بيك غزلان اللي كانت خطات الديوان الملكي نعم لكن في باب الخلق اول ما تخش باب الخلق كده عند البامبي بتاعه والحراز بتوع العطارة في جماعة على اليمين كده اه وانت داخل رايح تحت الرب بيعملوا الرخان بتاع المقابر والمكاتب والافتحات انا اشتغلت معهم اه 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 اشتغلت انا كنت بتعام معهم يعني يعني كنت بنفتح حاجات فيطلب مني لوحة تأساسية فكنت روح لدول يجي عندهم خططين وهم بيشتغلوا يحفروا بال بالازميل وبعدين يملى الخط بالاسود يعني تبقى لوحة رخام ابيض وهو يملاها بالاسود فهو مصطفى بيك وزيري او مصطفى وزيري قصدي عمل القصة على نفس نحن بس كان ممكن يعملها زي ما انت بتقول يعملها باللون الشفاف باللون الشفاف او يجيب خطات اه اه مثلا طبعا طبعا وذاكر الدكتور المهندس المعماري طبعا هو اللي نقل هذا الامر وعلى فكرة هذا المقال يعني موجود في قناة في جارة الوطن وجارة الاسبوع ايضا وجارة البابا نيوز كله ذكر الموضوع يعني ودي انا بأييد فعلا اني مثل هذه الخطاء لابد ان تذكر ويذكرها الاعلام يعني احنا هنا مثلا ذاكر هو اني مصطفى وزيري هو رئيس المجلس العلاصر لكن ليس هو مرمم اصلا اي ومش متخصص في ترميم وليس متخصص في التزوق الفني تمام اه يعني مصطفى وزيري منوش علاقة لا بالترميم اه طبعا ولا بالقصار لا تزوق لا لا اقصد يعني علم الفني يعني علم الخط هو منوش علاقة بيه اه طبعا طبعا فهو بس هو الرجل باعتباره انه هو رئيس مجلس اه ممكن يكون هو طبعا انا عاوزي بجاء موجود وسط المرممين وده شيء كويس لكن كان يجب ان احنا وبنعمل اي شيء يعني ده انت بتمشي على نقش موجود من 88 سنة تخيل انت عندما تتخيل ان انت ماسك اصر لي 88 سنة كده الناحية الجمالية والفنية عندما تكون موجودة في داخلك هتخليك تتعامل معه بكل ما يناسبه وليس بالشكل اللي انا طب صوروني مانفعش مانفعش اه يعني هو حجر الاساسي الكبري اصر نيل ان حسدك انت انشرت الصورة بتاعته في المصورة ايه صورة جميلة اه دي يساقل افتتاح نفسه طبعا ذكروها وكانت مصور المصور ذكرت بس ما فيش الملك فؤاد مش موجود في اسطوهم لا 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 مش موجود في اسطوهم ده التمثال بتاع الاسد لما وصل اه طبعا مش قصر النيل نفسه ده التمثال الاسد لما وصل من برا اه لا هو وصل من زمان يعني وصل من 30 سنة انا بتكلم على ده في الاتلي بتاعه يعني ده في مكانه مش على الكبري اه اه لانه هو اصلا اه ممكن انت تعرف ان التمثال ده في الاصل كان على الارض يعني فيه صورة فيه صورة لو مصطفى دور عليها لأصر النيل ده التمثالين دول كانوا على الارض كانوا على الارض تحت وكان الكبري الصور بتاعه كبير وعالي وفيه الصورة وهم بتاع الخضار جايين من الدقي لان الدقي دي كانت ارض زراعية فجايين من الدقي بيعبروا للقاهرة وكانوا بيعادوا بزي تسكرة يعني بسعر والصورة يصورها جمال مع الدي كبري أصر النيل قبل ما يعاد افتتاحه على يد الملك فؤاد لانه هو اصلا عهد اسماعيل تعمل في 1969 1869 وعيد بعد ذلك من اخرى ما اتطور بقى يعني عملوه من جديد الكبري كله اه صحيح وحطوا الاسدين دول على قاعدة عالية نعم الاسدين من ناحية الاسدين من ناحية الاربع اسود اصدقى فهو اصدقى على الارض هنا صحيح بس الصورة هيلة جدا صحيح ويقال ان هما كانوا عزولوا حديقة الحيوان يعني وقال ان هما في الاصل كانوا اسماعيل جايبهم لانه من اجل حديقة الحيوان الصورة دي اهي صحيح برافو عليك ايوة صحنا انت بقى مخرج ممتاز لأ السنة كنا بناء مشروع عليها اهي شوف الكبري كان عامل ازاي والبيعين بتوع الخضار وفي واحدة تانية مصطفى صحيح سنة 1900 لأ في واحدة تانية اقدم من دي بقى قبل ان يتمتج في واحدة تانية اقدم دي من دي مصطفى اه برضو نفس القصة كده البيعين بتوع الخضار جايين من الدقي الى القاهرة بس اقدم من دي والكادر كان عالي يعني زاوية الكاميرا كانت اعلى من كده شوية دي دول القاعدة اللي موجودة اه اللي بعد كده اتطورت اه وهتلاقي صور الاتبس الابتاع نفسه قصدي الصور الكبري عالي قوي طبعا في بقى واحدة اعلى اقدم من 1900 دي 1900 لكتور اه ما ده الكبري القديم بقى اه لا ده في واحدة اقدم منها كمان اه ما هتلاقيه برضو نفس الكبري بعد وصل الارض كانت ترابية اه وكانوا معدين من بر الجيزة صحيح الى القاهرة يبيعوا منتجاتهم الزراعية طيب